لسه بتنفسه من أجل البقاء لكن النهاردة اللعيبة عملت مباراة فيها من القتال ما استحق عليه لعبه الإسماعيلي التحية بكل تأكيد طيب خليني أروح معاكم لبعض النقاط الجدلية في لقاء النهاردة مبدئيا كده باهر المحمدي خد انذار خد وهو ومحمد هاني لما الاتنين التحامى واضح أنه كان فيه اشتباك لفظي نسبيا ما بين الاتنين ومحمد هاني شفناه بعد كده وهو لعيبة الإسماعيلي بتحاول تهديفه أقول لهم أصلا ما ينفعش يعمل كده فباهر المحمدي كان واضح أنه هو نتيجة المباراة مؤثرة فيه تنشانة زيادة عن اللزوم خد انذار هو ومحمد هاني قبلها بشوية كان فيه التحام بينه بين محمد عبد المنعم لكن الاتنين زي بعض يعني ما تحسش أن باهر هيعرف يعمل اللي عمله مع هاني مع عبد المنعم هو ما تنشاه بعض في فكرة اللي هي اللي هو ما تنشفش علي بعدها بشوية مع محمد شريف حقا كشبه نطحة ما تردزي وزيدان لو تفتكروها أن بعد ما محمد شريف ماشي رح بصله فجأة فكان واضح أن باهر المحمدي قال له حاجة ما باهر المحمدي خلي بالك لأنه الانذار النهاردة أعتقد أن ده كان فيه رقفة نسبية لو لا أنه انذار كان ممكن يبقى الموضوع أكتر من كده لعبة الإسماعيلي طلبه على جانب آخر بأن يطرد أليو ديانج بعد الكرة اللي كان رايح ينفرد بيها محمد الشامي ولكن الكابتن أحمد الغندور ويلفار دعموا في رأيه قالوا أن اللاعب ما كانش مواجه للمرمى فلم يستحق أليو ديانج أكتر من بطاقة سفراء محمد هاني بعد الإنذار وبعد اللقطة اللي حصلت مع باهر المحمدي استعرض بالكرة شوية توترت الأجواء نسبيا ولكن في النهاية مباراة كبيرة قوي بين فريقين كبيرين ووضع الفريقين سواء ده باحث عن التتويج أو ده باحث عن البقاء ربما يفسر المشهد اللي شفناه في الدقائق الأخيرة من لقاء المباراة النهاردة هدف سجله الإسماعيلي عن طريق محمد حسن أحمد مدبولي بعد الفاول اللي قلت لكم عليه بتاع أليو ديانج ده قرر أنه يلعبها أحمد مدبولي داخل منطقة الجزاء وحولها بجزء ما في جسده اللاعب محمد حسن بدل ما تروح ناحية اليمين وتكمل طريقها ظهر محمد حسن وتحولت إلى يمين محمد الشناوي في الاتجاه العكسي لاتجاه الكرة هنا صفر الحكم الكابتن أحمد الغندور محتسبا الكرة هدفا ولكن الكابتن حسام عزب قال له لا تعالى شوف ورّه لقطة وحيدة علشان يرجع الحكم بعدها ويقول أن الكرة جاءت في يد اللاعب محمد حسن مش في ركبته مش في فخده ولكن في إحدى يديه طبعا باللقطة الوحيدة اللي اتعادت قدامنا دي فالكرة القرار المقصود يعني أن يجاد في يده اليمين وإن كنت أنا وأنا بتفرج في اللقطة الأولانية قلت يا إما جات في فخده الشمال يا إما في إيدي الشمال لكن مش في إيدي اليمين